دكتور أحمد ياميجي مثلا نقول ايه بنوطن صناعة السيارات هل مطلوب ان احنا نصنع كل اجزاء السيارة في مصر؟ لا ده سؤال تاني يعني مش بالضرورة مش لازم بالعكس ده معظم صناعات السيارات دلوقتي في ألمانيا تلاقيها بتعمل صناعة يعني بتجيب حتة من كل دولة يعني انا قصدي اقول لو اخترنا ان احنا نعمل سيارة سواء هنعمل كل المكونات بتاعتها هنا او هنجيب بعض المكونات من بره او كذا كلمة وفرات الحجم عنصر حاكم واذا الشركة صناعة السيارات غير قادرة على انها تنافس السيارات في السوق العالمي هذه الصناعة عمرها ما هتنمو هتبقى دكاكين سيارات بتعمل ارباح من غير اي لازمة وانا اعتقد ان ده خطأ جوهري واقعنا فيه من ساعة الغاية دلوقتي ده مش معناه ان احنا لم ننجح في صناعات اخرى في توطين صناعات اخرى يعني ما كانش عندنا مثلا صناعات سيراميك دلوقتي احنا بننتج سيراميك ونصدر سيراميك وهكذا يعني احنا عندنا النوعين من الصناعات توطين الصناعي يتطلب فهم لمقومات نجاح هذه الصناعة علشان تنجح وتبقى موطنها مصر مش ونستفيد من الميزة النسبية بتاعة وفرة العمالة وحجم السوق وان احنا قريبين معنا اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول يعني لازم الواحد يفهم ايه عناصر نجاح هذه الصناعة علشان تبقى يحصل لها توطين حكاية ان انا اعمل كام عربية كده ياما بالكهرباء ياما بمعرفش ايه واقول ان انا عندي صناعة لا ما عنديش اشتركوا في القناة